ايوه لو كنا ركزنا شوية بس كان زمان منتخب مصر في النهائي للأسف خسر منتخب مصر أمام فرنسا وكل المصريين ناموا متنكد عليهم يا بول كباتر لأن كان في قيدنا نفوز لو كنا مساكنا نفسنا شوية بس الأداء اللي عمل منتخب مصر قدام فرنسا في الشوت الأول كان يخليه يكسب المباراة مرتاح ولكن يعني كعادتنا كعرب وكمصريين بالخصوص بنحب نصعب الأمور على نفسنا وربنا أنا ما كنت مصدق أن ده أداء منتخب مصر ده احنا نلعب بك منتخب أول بقى ما احترمنا طبعا لنجوم المنتخب الأول طبعا هم خسروا ولكن هم عملوا اللي عليهم يعني هو ده آخرهم كمان منتخب فرنسا كان نازل المباراة تحس أنه هو متعالي على الكرة أخذ ثقة في نفسه ولكن في الآخر هم اللي فازوا انت كنقصك في المنتخب لعب مدافع جامل زي محمد عبد المنعم مثلا وكمان معاه قلب دفاع تاني قوي تثبط لك انت فعل النهار في آخر ربع ساعة ده وطبعا طبعا الطرد أثر علينا ولكن في لعب واحد بس هو اللي خسرنا أكسم بالله أنا مش هقولك اسم أنا عاوزك أنت اللي تقول اسمه في التعلقات مش عارفين نمسك نفسنا في آخر ربع ساعة يلا الحمد لله بكده متخب مصر هيقابل متخب المغرب على المركز التالت والرابع وزي ما قلت لك في لعب واحد بس هو اللي خسرنا عاوزك أنت اللي تقولولي في التعلقات